السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا النهاردة هو جندي بيأفشل في مهمة اغتيال وبيضطر إنه يؤسلك طريق الصحراء الغامض لكنه بيدوس على لغم في الأرض وبيضطر إنه يوقف 52 ساعة لحد ما بيكتشف المفاجأة الكبرى بيبدأ فيلمنا مع الجندي الشجاع مايك واللي بيطلع مع زميله تامي في إحدى مهمات الإغتيال في الصحراء وبيكونوا في المكان ده بقالهم أكتر من ثلاث شهور في انتظار الوقت المناسب اللي هيظهر فيه الشخص المطلوب ومايك يقتله علشان يمشوا ويرجعوا لحياتهم خصوصاً إن مايك ذهنه مشتت شوية بسبب إنه تخانق مع حبيبته جيني قبل ما يطلع المهمة وأثناء ما الاتنين بيتكلموا بيلحظوا العربيات دخل عليهم من بعيد وعلى طول بيستعدوا بس مايك بيبقى حاسس إن فيه حاجة غلط لأنه شاف مجموعة من البدو في طريقهم للناس دول ولما بيركز كويس بيفهم إن ده فرح المفروض وبيكون مايك مش عايز يقتل الراجل وهو مع ابنه اللي بيتجوز فالقيادة بتأكد لمايك إن الراجل ده إرهابي وما عندوش أولاد أصلاً ولازم يقتله دلوقتي بس مايك بيبقى حاسس إن مش هو الشخص المطلوب خصوصاً إن المسافة بعيدة وهو مش قادر يحدد ملامحه كويس وبسبب كده بيرفض إنه يكمل المهمة وبيبلغ القيادة إن الهدف اتحرك من قدامهم والفرصة خلاص ضعت بس أول ما مايك بيرفع السلاح بتاعه والشمس بتضرب فيه واحد من الحراس بياخد باله وبيبدأوا ضرب النار عليه في الحال بمنتهى القوة مايك وتومي بيلموا حاجتهم وبيقرروا إنهم يهربوا بسرعة لأن عدد الرجالة كبير جداً بس الرجالة بياخدوا العربيات وبيطلعوا يدوروا عليهم وأثناء ما كانوا خلاص هيشوفوهم بيقدر مايك الزاكي إنه يضرب طلقة في الجبل علشان يحسسهم إن في حد هناك وفعلاً خطته بتنجح وبيقرروا إنهم يروحوا يبصوا في الجبل وبعدها يمشوا خصوصاً إن في عاصفة ضخمة بتقرب عليهم وعلى طول بيجهز مايك وتومي بالمعدات علشان يقدروا يعدوا العاصفة وبيتواصلوا مع القيادة اللي بتقولهم إن أقرب قرية ليهم على بعد خمس ساعات ولازم يتحركوا لهناك علشان يقدروا يوصلوا لهم فبيتحرك السناء سوى لمسافة كبيرة لحد ما العاصفة بتنتهي وبيفضل تومي يكسر الملل ويحكي المايك عن مراته وابنه وإنه رغم خناءاته الكتير مع مراته إلا إن ابنه لما وصل للحياة كل حاجة تغيرت للأبد وبيفهم تومي من مايك إنه مش عاوز يتجاوز جيني دلوقتي لإنه بيشوف الجواز خطوة كبيرة جدا ولازم يستعدلها كويس قبل ما يختار شريك حياته بعدها القيادة بتتواصل معاهم علشان تأكد إنهم مش هيقدروا يوصلوا لهم إلا في القرية اللي بعد الرمال كمان بيعرفوهم إن في وسط الرمال ممكن الإشارة تقطع منهم فبيكمل السناء طريقهم في الصحر لحد ما بيشوف مايك علامة خطر لحقل ألغام فبيبدأ يقلق من المكان بس ما بيكونش في حل تاني وتومي بيفضل يطمنه إن دي ممكن تبقى لافتع علشان تخوف الناس مش أكتر خصوصا إن فضلهم ساعة بس ويوصلوا أخيراً للقرية وكل واحد يرجع لحياته من جديد لكن مايك بيبقى خايف برضو لإنه متأكد إن من ثمان سنين زروا ألغام كتير هنا في المكان ده بس تومي بيفضل متفائل وبيخليه يتحرك معاه بدون خوف وبيلاقي مايك تمثال صغير لعسكري فبياخده يحتفظ به وبعد شوية المايا بتخلص من تومي وبيكون خلاص مش قادر فبيدي له مايك المايا اللي معاه علشان يستعيد عافيته ويكملوا طريقهم للنهاية وبيفضل تومي يتحرك بظهره علشان يطمن مايك إن مفيش ألغام ولا حاجة ويقدر يتحرك بحرية وعند نقطة معينة بيضغط تومي على واحدة من الألغام وبتنفجر في الحال ولما بيحاول مايك يجري عليه بيدوسه وكمان على لغم لكنه بياخد باله وبيفضل واقف مش بيشيل رجله علشان ما ينفجرش فيه وبيبص ناحية تومي وهو مصدوم لإن تومي فقد رجليه لتنين بشكل فظيع في الانفجار وبيفضل مايك يتكلم معاه وبيفهمه إنه داس على لغم برضه ومش هيقدر يتحرك وبيحفزه إنهم لازم يوصلوا للقرية وكل حاجة هتبقى تمام وبيفضل يكلمه ويشجعه علشان يوصل للسلكي ويتواصل مع القيادة لكن الألم بيبقى مسيطر على تومي بشكل كبير ولما بيحاول يوصل للمورفين اللي معاه بيتصدم لما بيشوف إنه ما بقاش عنده رجل خلاص وبيطعن نفسه بالمورفين أكتر من مرة وبيفضل يقرب من الشنطة اللي فيها اللسلكي لحد ما بيطلع وبيتكلم مع القيادة بس ما بيبقاش شغل اللسلكي أصلا بسبب الحالة اللي هو فيها وبيبدأ تومي عيط على اللي حصله وبيدخل في حالة صعبة جدا فبيقرر مايك إنه يتحرك من على اللغم على أمل إنه يبقى قديم وماينفجرش وده طبعا علشان ينقذ تومي اللي هيفضل ينزف لحد ما هيموت لكن تومي بيمنعه وبيطلع المسدس وبيقتل نفسه علشان يوفر فرصة ولو ضئيلة لنجات صاحب عمره مايك وأول ما بيشوف مايك اللي حصل قدامه بيتصدم لكنه بيفضل مركز علشان خطوة واحدة غلط هتنهي حياته للأبد وبيبدأ يفك الجزمة بتاعته وبياخد الرباط على أمل إنه يوصل للشنطة اللي فيها اللسلكي وبعد عدة محاولات بينجح فعلا إنه يوصل للشنطة بس اللسلكي بيكون محتاج البطاريات لإنه فصل والبطاريات دي في جيب تومي اللي جسيته بعيد عن مايك فبيطلع مايك كل المعدات والموارد اللي معاه علشان يشوف بصورة أوضح كل الحلول المتاحة للنجاة وبيقدر مايك أخيرا إنه يشغل اللسلكي وبيتواصل مع القيادة وبيعرفهم اللي حصل وبيطلب منهم خبير مفرقعات وفرقة إنقاذ علشان ينقذوه بأقصى سرعة لكن اللي بيكلمه بيكون كل همه المهمة اللي فشلوا في تنفذها وبيعرف مايك إنه مايقدرش يبعد طيارة في المكان اللي هو فيه بسبب العصفة والحل الوحيد هي القافلة التابعة ليهم اللي بتعد من نفس المكان وهتوصل بعد 52 ساعة بيتصدم مايك من الرقم وبيبقى شاكك إنه هيقدر يقف على نفس الوضعية كل الوقت ده لكن ما بيبقاش في حل تاني خالص وبيأكد له الراجل اللي بيكلمه إن الألغام في المنطقة دي قديمة جداً وفي نسبة 7% إن اللغم اللي داس عليه ده بايز فعلشان كده بيحاول بكل الطرق إنه يستنى ل52 ساعة ولو فشل بيجرب يتحرك من على اللغم وخلاص والإشارة بتفصل بعدها فبيضبط مايك الساعة بتاعته بيقرر إنه ينتظر لأطول فترة ممكنة بس حتى الميا اللي كانت معاه خلصت لكنه بيفضل مركز علشان ينجو بحياته من الصحرة دي بس ما بيلحقش يتفائل لإنه بيشوف عصفة خرافية بتقرب منه وعلى طول بيثبت نفسه في الأرض علشان ما يتحركش واللغم ينفجر فيه ويموت وبتعدي عليه العصفة بمنتهى القوة لكن بسبب صلابته الجسدية بتعدي مرور الكرام وبيفضل مايك في مكانه وبيلاقي العصفة حدفة جسد تومي جنبه فبياخد منه البطاريات علشان يغير للاسلكي لكنه بيتصدم لما بيلاقي الشنطة اللي فيها اللاسلكي بعدت جداً بسبب العصفة فبيضحك مايك في ضحكة فقدان للأمل وبيقرر إنه ينتظر خصوصاً إنه معداش غير 9 ساعات من الوقت اللي قالوا عليه في القيادة ومايك مش معاه ولا أكل ولا ميا وحتى اللاسلكي بعيد عنه فبيضرب مايك النار وبيصرخ بأعلى صوته على أمل إن حد يسمعه وينقذه لكن للأسف بدون جدوى وبيبدأ يفكر في قتل نفسه أحسن من الوضع اللي هو فيه بس بيتراجع في اللحظات الأخيرة لما بيشوف راجل بدوي بيقرب ناحيته وبيمشي بشكل متقطع على الرمل كأنه حافظ الطريق فبيطلب منه مايك يجيب الشنطة واللي سلكي لإنه جايس على ألغام ومش هيقدر يتحرك فبيقول للراجل إن زميله مات وهو لسه عايش وده معناه إنه يقدر ياخد الخطوة التانية دلوقتي بس مايك بيكون شايف إنه لو تحرك خطوة واحدة هتبقى الأخيرة بالنسبة له هيموت فبيقرر الراجل إنه يسيبه ويمشي لكن بعد لحظات بيشوف مايك بنت صغيرة جاية تجري ناحيته بنفس طريقة الراجل في المشي فبيفهم مايك إنها بنته وبتديله مية علشان يشرب فبيشكرها مايك وبيحاول يخليها تجيب اللاسلكي لكنها ما بتبقاش فاهمة اللغة بتاعته وبتطلع تمثال عسكري وبتديه لمايك بس هو بيفهم إنه التمثال اللي لقاه ده بتاعها وبيدهولها وبعدها بتسيبه البنته وبتمشي بدون ولا كلمة ولما بيدخل الليل على مايك بيحط السماعات في ودنه وبيقدر إنه يولع نار علشان يشوف وياخد باله لو حصل حاجة في الظلمة دي وبيفضل يقلب في صور حبيبته علشان تديله الدافع والحافز إنه يصمد لأطول فترة ممكنة ويرجع معاها من تاني وأول ما النار بتطفي منه بيسمع أصوات حيوانات بتقرب من المكان فبيبدأ ضرب النار بشكل هستيري في كل مكان طالع منه صوت لإنه مش هيقدر يتحرك لحد ما بيشوف الكلاب وهي بتاكل في جس تومي لكنه ما بيقدرش يعمل حاجة وبيطلع النهار على مايك اللي بيلاقي البدى ويواقف مرة تانية قدامه وبيفضل للراجل يقوله إنه لازم ياخد الخطوة التانية في حياته وبيقرر المرة دي يروح يجيب له الشنطة واللاسلكي زي ما هو عايز لكنه بيفضل يسخر منه وبيسأله عن سبب وصوله للحالة دي وبيفهم منه الراجل إن مايك بيحب يشترك في الحروب كتير علشان يهرب من مشكله في العالم الخاص بيه بيسلمه الراجل اللاسلكي والشنطة وبيطلب منه يبقى راجل حر ويكمل طريقه بشجاعة لإنه كل الطرق هتوصله لبيته في النهاية وبيبدأ هنا مايك هلوس من قلة الأكل والشرب والموقف الصعب اللي هو فيه لدرجة إنه بدأ يشوف تومي قدامه وبعد كم ساعة بيفتح مايك الجزمة وبيلاقي إن رجله وضعها صعب جداً بسبب الفترة الكبيرة اللي وقف فيها فبيحاول مايك يركز بكل الطرق لإنه بدأ يهلوس ويكلم نفسه كتير وبيلاقي تومي صاحبه قدامه وبيتكلم معاه وبيشجعه علشان يصمد أكتر علشان يرجع لبيته وبيدخل الليل التاني على مايك وهو لسه شايف التخيلات وتومي قدامه وبيتكلم معاه لكن فجأة بيلاقي حيوانات بتقرب تاني من المكان اللي هو فيه فبيمسك السلاح وبيبدأ تضرب النار لحد ما واحد من الكلاب بيعضه لكنه بيقدر يضربه طلقه وبيقتله وهنا بيقول لتومي إن الذخيرة اللي معاه مش هتكفي يقتلهم كلهم فبيطلب منه تومي يعمل مناورة معينة ويحفر تحت اللغم وينط بسرعة ساعتها يتصاب بالانفجار صحيح لكنه هيفضل عايش وأول مايك بينط بيتم الانفجار ورجله بتتقطع والكلاب بتفضل تهجم عليه وبيتخيلهم أشخاص وبيفضل يضرب فيهم بكل قوته لحد ما بيفوق وبيلاقي نفسه لسه في مكانه كل اللي حصل ده كان في خياله وبيتواصل مع القيادة اللي بتأكد له إن القافلة في طريقها دلوقتي لكنهم متأخرين وهيوصلوله لسه بعد 17 ساعة كمان فبيتصدم مايك من الرقم وبيقول إن مش هيقدر يصمد للدرجة دي لكنه بيسمع صوت جيني حاببته اللي جات علشان تدعمه وبيفضل يعتذر لها عن الخناءات اللي كانت بينهم وكل حاجة هو بوزة وبيقرر مايك يرمي نفسه في الأرض من كتر التعب لكن البدو بيظهر في آخر لحظة وبيمسكه بيثبت رجله في الأرض وبينضف له الجروح اللي في جسمه بيأكد له النراج المحظوظ وبيحكي له إنه كان هو وبنته الصغيرة بيطلعوا الألغام اللي في الصحراء وبيبيعوها لحد ما في يوم حصل انفجار والبدو يخسر رجله وبنته في اليوم ده فبيستغرب مايك وبيسأله عن البنت اللي قدمت له المية لكن البدو بيأكد له إنه بيتخيل لأنه هو اللي جاب له المية مش حد تاني وبيدي له مشروب معين وبيأكد له إنه هيرايحه شوية لكنه ممكن يجيب له هلاوس كتير وفي النهاية بيسيبه وبيمشي مرة تانية وأول مرة الراجل بيمشي مايك بيبدأ يشوف هلاوس كتير جدا قدامه واللي كانت عبارة عن ذكرياته زمان وبينشوف إنه قد طفولة صعبة جدا بسبب أبوه اللي كان بيشرب كتير ودايما كان بيضرب أمه قدامه هو مش قادر يعمل حاجة بسبب إنه طفل وبيتخيل حياته مع جيني وقدي إيه كانوا مبسوطين مع بعض وخصوصا اليوم اللي اتعرف فيه عليها لما كانت بتشتغل في حانة ومجموعة شباب كانوا بيرخموا عليها فمايك قام وفضل يضرب فيهم كلهم لوحده بمنتهى القوة وده اليوم اللي جيني وقعت في حبه فيه وبيفوق معيك من ذكرياته لما بيلاقي إن القافلة بتقرب منه أخيرا وبيفضل خيال تومي يفوق معيك اللي مش حاسس بالدنيا علشان يدي أي إشارة تعرفهم مكانه بالتحديد لكن بيطلع كل دا خياله وفجأة بيلاقي رصاصة بتيجي في بطنه فبيمسك السلاح وبيبدأ يضرب على الناس اللي بيضربوا عليه من بعيد لحد ما بيمسك القناصة وبيمارس هوايته المفضلة وبيصطدهم واحد ورد تاني بعد ما استعاد جزء من عزمته لحد ما بيلاقي أبوه داخل عليه وبيطلب منه يضرب النار لكن الاتنين بيحضنوا بعضه وبيرجع الأمل لمايك من تاني وطبعا كل دي هلاوس بسبب وضعه الخطير وساعتها مايك بيقرر إنه يستغل السبعة في المية ويتحرك من على اللغم خطوة واحدة لكن أول ما بيتحرك اللغم مش بينفجر وهنا مايك بيقع على الأرض وهو مش مسدق وبيقرب من اللغم وبيطلعه علشان يكتشف إنه علبة صفيح فيها عسكري من بتوع البنت الصغيرة فبيفضل يضحك مايك وهو مش مسدق إنه فضل عايش بعد كل ده وإنه لو كان سمع كلام الرجل البدوي من بدري ويتحرك خطوة واحدة كانت كل حاجة تغيرت وقبل ما يفقد الوعي تماماً بيلاقي الفريق وصل أخيراً وبيقدروا ينقذوه ويرجعوه لأرض الوطن وأول ما بيوصل مايك وبيشوف جيني قدامه بيانزل على رجليه علشان يعرض عليها الجواز فوراً بعد ما قدر حبها ليه كويس جداً خصوصاً بعد ما كان بينه وبين الموت خطوة واحدة بس وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action